فيتامين سي بيساعد الجسم على امتصاص الحديد يعني لما ناخد دوة في حديد أو ناكل حاجة فيها حديد يستحسن جداً نحن ناكل حاجة فيها فيتامين سي يوم الحديد يمتص أحسن بيزيد امتصاص بقى فيتامين سي شخصياً بعنصر السيلينيوم وده هنتكلم عنه في حلقة النهاردة لأنه من المعادن المهم تمام؟ وفيتامين إي طب إيه اللي بيقلل امتصاص فيتامين سي؟ اللي بيقلل امتصاصه استخدام قواني الطهي المصنوعة من الحديد وحبوب منع الحمل وأدوية علاج التشنجات والمسكنات وبيكاربونات السوديوم هتقولولي هو في حد ممكن كده ياخد بايكاربونات السوديوم ده أنا هقول لكم بايكاربونات السوديوم دي كلنا كده بنقعد ناخدها كتير قوي بناخدها في شكلين المخبوزات كلها بيتحط فيها بايكاربونات السوديوم فلازم ما نحطش كتير بيحطوا فيها الناس اللي بيخبزوا يعني السوديوم بايكاربونات أو بايكاربونات السوديوم عشان تمفش وكده العجينة لكن خطورته بقى في الفوار عارفين الفوار اللي الناس كتير بياخدوا بعد الأكل يقولوا إيه عشان يهضموا كتير ده سوديوم بايكاربونات ده يمنع امتصاص فيتامين سي خالص تمام؟ فيه برضو بعض المواد الأخرى المهمة للجسم غير فيتامين سي بقى وبرده بتدوب في المياه دي مهمة قوي أن أنا أتكلم عليها قبل المعادن الحقيقة يعني خلصنا كده الكلام عن الفيتامين سي المواد دي زي البيوتين مادة اسمها البيوتين دي بتدوب في المياه برضو والبيوتين ده ضروري لإنتاج الهرمونات الجنسية وضروري لصحة الشعر والبشر البيوتين ده موجود في الخميرة والكبدة والبقول والحبوب الكاملة والبيض والحليب ومشتقاته البيوتين ده بيتمنع امتصاصه في الجسم بقى خلوا بالكم البيوتين شوفوا أهميته القصوى اللي أنا قلتها دي طب إمتى بقى ناكل الحاجات دي كويس وزي الفل طب بس الجسم ما يستفدش منها يتمنع امتصاصه لما يتاكل البيض الناي فيه ناس يقولوا الله هو البيض الناي بيتاكل آه بيتاكل في المايونيز عارفين المايونيز والحاجات اللي بتتحط دي المايونيز بيتعامل بالبيض الناي فده يمنع امتصاص مادة البيوتين كمان بيتمنع امتصاصه في عمليات تصنيع الأطعمة مادة تانية برضو مهمة هي اسمها الفلافونايدز الفلافونايدز دي من مضادات الأكسادة حفظنا مضادات أكسادة يبقى فيه حماية للقلب على طول الفلافونايدز دي موجودة في أغلب الفواكه الحمضية موجودة في البرتقان والكيوي والجريب فروت واليوستفاندي وهكذا مادة تانية برضو مهمة قوي اسمها الإينوسيتول الإينوسيتول دي لها وظيفة غريبة جدا يعني الجسم البشري ده يعني والله العظيم معجزات من عند ربنا سبحانه وتعالى وظيفة الإينوسيتول دي هي تبليغ الرسائل داخل الخلايا يعني الخلايا لو تبعت رسائل لبعض بتحمل على مادة الإينوسيتول دي المادة دي طب موجودة فين؟ موجودة في الفول السوداء طب على فكرة دي وظيفة مهمة جدا وظيفة معقدة جدا لأن دي اللي بتدي الأردارات عشان نتحرك وعشان نفكر وعشان ناخد قرارات وهكذا موجودة في الفول السوداني موجودة في البرتقال موجودة في البقول وآخر المواد المهمة اللي بتدوب في المية هي مادة اسمها الكولين ومادة الكولين دي بتشارك في حرق الكوليستيرول والدهون لتأمين الطاقة للجسم وكمان بتدخل في تصنيع النقلات العصبية داخل الخلايا مادة الكولين موجودة في صفار البيض والكبدة والكلاوي والخص والخضار اللي ورقه أخضر والبقول المواد التلاتة الأخرانية اللي أنا قلتهم يعني باستثناء البيوتين اللي هم يبقى فلافونويدز والإينوسيتول والكولين بيتمنع امتصاصهم في الجسم في حال تصنيع الطعام أو شرب الكحول ويعني دي الحاجات اللي تمنع امساصها خلاص كده كده نكون خلصنا الكلام عن الفيتامينات كل الفيتامينات اللي بيحتاجها جسمنا اتكلمنا عنها واتكلمنا عن أهميتها ومصادرها وإيه اللي بيزود امساصها وإيه اللي يمنع امساصها